بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم اليومي صحابة حول الرسول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طلبوا العلم وتعلموا العلم لله رب العالمين ويريدون به أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم طلبوا العلم فريضة على كل مسلم وأن يرفعوا الجهل عن غيرهم فكانوا ينشرون دين الله تبارك وتعالى إلا أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحترسون من القول على الله بلا علم وهذه يعني هذا أمر خطير في دين الله تبارك وتعالى أن يتكلم الإنسان ويفتي الإنسان في كتاب الله وفي سنة رسول الله بما لا يعلم هذا أمر خطير يجب على المسلم أن يتجنبه وفيه إثم كبير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار انظر خطورة هذا الأمر حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتهيبون من رواية الأحاديث ويود أحدهم لو أن أخاه كفاه مؤنة رواية الحديث ولو أن أخاه كفاه مؤنة الفتوى حينما يستفتون رضي الله عنهم وأرضاهم لماذا كانوا ورعين وكانوا يخافون من الله تبارك وتعالى أن يقولوا بما لا يعلمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتيا بغير علم كان إثمه على من أفتاه إذا أفتى الإنسان وهو لا يعلم وأفتى بالظنون وبالكذب وبالتخرص فإنه آثم حينما يفتى الناس بالفتوى الباطلة فإن الإنسان يقع في الإثم ويتحمل أوزار هؤلاء الذين تبعوه عليها إحسانا يعني يحسنون الظن به يجب على الإنسان أن يحترس ممن يفتي بلا علم وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عن هذا ويخافون هذا ويحذرون منه رضي الله عنهم وأرضاهم الله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلذلك قال بعض أهل العلم بدأ الله تبارك وتعالى بالذنوب الأخف فالأشد فانتهى بالقول على الله بلا علم هذا من أشد الذنوب لماذا؟ لأنه أصل جميع المعاصي وجميع البدع فمن أشرك بالله قال على الله بلا علم فوقع في الشرك ومن أتى ببدعة قال على الله بلا علم فوقع في البدعة فلذلك من أخطر الأمور أن يتكلم الإنسان فيما لا يحسن ومن تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب هكذا قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى الله عز وجل يقول قل أرأيتم ما أنزل ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة هؤلاء سيكونوا المعاقبين عند الله تبارك وتعالى لذلك قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والعياذ بالله فهذه أمور خطيرة يجب على المسلم أن يتجنبها وهي القول على الله تبارك وتعالى بلا علم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أبعد الناس بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عليه الصلاة والسلام عن الأشياء فلا يجيب ينتظر الوحي من الله يسألونك عن الأهلة فتأتيه الإجابة قل هي مواقيت للناس والحاج يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك ماذا أحل لهم هكذا الأسئلة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينتظر الوحي الإلهي من الله تبارك وتعالى وهكذا سلك الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يفتون بالجهل وإنما يفتون بالعلم يفتون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاصل ونواصل إن شاء الله ذكرنا قبل الفاصل خطورة القول على الله بلا علم وأن يحكم الإنسان بالجهل وهذا من الأمر العظيم عند الله تبارك وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي الجيوش التي يبعثها وأمراء الجيوش أنهم إذا حاصروا حصنا فأراد أهل الحصن أن ينزلوا على كتاب الله أن يقول الصحابة لهم لا ننزلكم على كتاب الله وإنما ننزلكم على رأينا لماذا؟ قال فلا يدري أحدكم أيصيب حكم الله أو لا يصيبه فلذلك يحتاط الإنسان في هذا الأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن آية من كتاب الله فكان يقول رضي الله عنه أرضاه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم فكان رضي الله عنه أرضاه يتوقف عن القول بلا علم رضي الله عنه أرضاه وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسروق رحمه الله يقول كنت أكتب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكتبت يوما هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له الفاروق رضي الله عنه أرضاه لا بل اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأا فمن عمر لذلك كان يحتاط أن يقول هذا أمر الله وهذا يعني إلا أن يكون عنده نص صريح من كتاب الله أو سنة رسوله فيقال هذا أمر الله أما إذا كان الأمر فيه اجتهاد فيتورع الإنسان أن يقول هذا ما أراد الله وإنما يقول هذا رأيي ونظري في أن هذا هو شرع الله وواجب علينا أن نفعل كذا وكذا وهكذا كان العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم هذا ابن سيرين يقول لم يكن أحد أهيب من أبي بكر وعمر أن يقولوا بما لا يعلمون لم يكن أهيب منهم كانوا يهابون ويخافون أشد الخوف وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يوصينا أن نقول الله أعلم قال من علم علما فليقول به ومن لا يعلم فليقول الله أعلم فإن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم سهل جدا لذلك كان يقال بين أهل العلم من لا يقول لا أدري أو الله أعلم فإنه تصاب مقاتله لأنه سيسأل الأسئلة الكثيرة فيقع في الخطأ ويقع على القول يعني على الله عز وجل بلا علم فيجب على الإنسان أن يحترس من القول على الله بلا علم وأيضا يحترس من الذين يقولون على الله بلا علم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم فقال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين قال وينطق فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام تجد رجل تافه لا عنده علم ولم يتعلم ولم يأخذ بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل لا شيء عنده من العلوم حتى الدنيوية وتجده يتكلم في أمور الناس العامة التي تخص جميع المسلمين فهذا أمر خطير يجب على الإنسان يعني أن يجتنبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فلنحترس من هذا الصنف من الناس الذين يقولون على الله بما لا يعلمون ولنقتدي بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يقولون بعلم أو يسكتون بحلم رضي الله عنهم وأرضاهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين